ماذا عن كواليس دقاء اليوم الداخلية والجولة جاي بصفة جديدة اكيد وعنده بعض الحاجات الفنية والتكتكية اكيد جدا مع اللعبين وايضا كان فيه معسكر يوم الاحد السابق مع اللعبين ومع مجلس ادارة الداخلية وكان بتحديد جدا مع اللعبة بقولهم لسه قدامنا وقت لسه عايزين نبعد اكيد عن الهبوط في جدول الدوري احنا قابل مركز الاخير ولكن عايزين ده تقدم اكيد ونقتنس سلاس نقاط اليوم وكون بداية قوية انسوا المباراة السابقة وخليكوا فيه المباراة القادمة ونقتنس السلاس نقاط وايضا هيكون فيه مباراة وده يوم الخميس القادم مباراة وده مع فريق النصر عشان كابتن عيد مرزيق عايز يشوف الفريق اكتر ويعلمهم على بعض الجمل التكتكية والجمل الفنية مفيش غير اصابة وحيدة فيه فريق الداخلية وهو الان كامبادي وعننا حال اخرى الفريق الضيف هو فريق الجونة يمكن هيكون ناردة مواجهة قوية جدا بين الفريقين سواء فريق الجونة او فريق الداخلية وكابتن علاء عبدالعال من حين وصوله باوتوبيس اللاعبين في الساعة السنية بتحدث معهم الى غرفة الملابس بتحدث معهم جدا بيقولهم خلوا عندكم سكاف نفسكم عايزين نقتلل سلاس نقاط وايضا قلق بالانتفاضة اللي ممكن يقدمها النهاردة فريق الداخلية امامه وايضا بتحدث معهم كتير جدا نقتلل سلاس نقاط احنا في الترتيب العاشر في جدوى للدورة ولكن فريق الداخلية النهاردة ممكن يعمل انتفاضة ويفجئنا في مباراة اليوم وايضا حتى المباراة السابقة مكانش راضي عن الاداء اللاعبين ولكن نهاردة بتحدث معهم كتير جدا يمكن النهاردة مفيش اي غيابات او اصابات في فريق الجونة ولكن نهاردة بقى تحكم التحكيم النهاردة في مباراة اليوم هو كابتن محمد يوسف بساعده كل من كابتن هشام وكابتن عاطف الزناري وايضا حماد القلاوي حكم رابع وعلى الفار ايضا هو كابتن محمد ناجي حكم فيديو والسيد شعبان مساعد للحكم الفيديو زميلة عزيزة فتحالس دانيك دي كل اجواء والكواليس من استاذ بيتر سبورت ولكن الكلمة تعود اليك مرة اخرى تفضل